موسيقى قد اقتل في عشرية الاولى لدازم مختفى مغرب أخذه واحد لخيمة هذه الاستثمار لصبح ذات من الحليب ومشركاتها مع الاسف في هذا الشهر اخيرا وحد مشكلة وحدة مناطق من المغرب هو تخلي بعض الشركات المجمعة والمتمينة للحليب عن الكسادر لا يقتل لديهم الحليب تحتها العواء أنه لا يوجد خروج و يركوه اقتصادي بسبب الجائح هذا مشكل حدث لكساب لكسابة يتطوره لأنه هو استخمار لأنه يجب أن يجب أن يتطور الحليب يجب أن يريف فراج برنامج لأخذ الطوال السنة يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن تبين يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن ي Pig فيطامينات ومهاب تقصد أن يجب أن يجب أن يجب أن يط overweight و dynamite وأن المجمعين يجمعون الحليب لتعاونيات أو جمعيات لكي يجمعون الحليب لهم وقد تخلى عليهم هذه الشركة المجمعة والطامة الكبرى هو أن نميكا لقوا بأن فاد الشرولة ذات الشركة هذا استوردوا مجموعه مليار و سبعمية مليون درهم فهذا الشيء يخرج العقلية لا يمكن الحليب ونخليه الفلاح ومالهزوش ونستورد الحليب هذا هو التناقض ونخليه الفلاح ويقول لك حقارة أجبان ذات جودة عالية ما هو نقصنا في المغرب؟ لكي لا نتجوه وننجوه في هذه الحليب ونجوه في هذه الأجبان ذات الجودة عالية ما هو خاصنا؟ خاصنا الأطار الموجودين في المغرب خاصنا التكوين المادة الخام والمادة الأولية هي موجودة يعني هذه الشركات الله يهديهم يجب أن يكونوا مواطنين في هذه السنة الجفر هذا الفلاح يخلص بخمسة وثلاثة ندره من البالة التي فيها واحدة عشرة كيلو وكل مساريف لكي ينتجها في الحليب لكي يعيش بين الأسرة الفلاح لم يتوصل إلى أبدع من أبواله فدل شائحة هذه الكورونا وبالاخر تزيد ونكملوا عليه ومنهزوا شيء من عنده الحليب فاللهما إنها مواطنة المنتيج خاصه يفكر تكون هذه الشركة لذلك المقاولة التي تتمل الحليب وتنتج الحليب وتجمع الحليب تكون مواطنة وفي هذا الوقت خاصنا نضامنه مع بعضياتنا نضامنه مع الكساب وخطنا مغربة مع بعضياتنا لكي لا تقول الحصار هذه الشركة تريد أن تخسرها وعندما أربحت شائر لا يوجد مشكلة هذا العام كان أضرب استثنائي وخاص حوله تكون استثنائية والوزارة هناك وزارة الفلاحة وليس غير وزارة الفلاحة ستتحمل المشؤولية بوحدة فاحترف ديراليا بين المهاليين وخصتها يدخل للغرف المهالية الفلاحية وخصتها يدخل يعني خاصة تدخل جميع المتدخيفة في هذا القطع من أجل أن عائلات الهدادة بالتشرف هناك جمعيات وتعاونيات في الغرب أراها أعلانة الإفلاس وصدات الهدادة ففي انتظار الحل والحل الذي خاصنا أعطوه في الغرب نحن نبقى على تدبير هذا القطع فنراجعون لذلك ما كان يقع في السبعينات ونوصلون إلى واحد الحالة كارثية ونقول الحليب لا يقعونه ونحن نذكره بأنه في المغرب سنبقى 98% من المنتجي الحليب لديه أقل من عشرات الأبقار يعني هؤلاء هؤلاء الأبقار أسرار الحليب لكي يقرأ أولادهم وكي يدور لهم وكي يعيشون يعني خاصة نفكره في هذه الأمور تضامننا في بعضياتنا خاصات التقافة وكي نحن المغربة تغير ففي الوقت في الفرنسيا والأوروب كانت تنسلات وكي نتسلات الألوالة في السنة حتى المغرب كانت تحديث لدينا ضعيف ومشاونا نقع نحاول أن يشجعون يستهلكون الحليب لا نستخدم حليب نعم وأنه في الطريقة الجديدة للتغذية وهذه الواجبات الخفيفة والإقبال على الأجبال يعني خاصنا نفكره تسمين هذه المنتوج ونصنع هذه الأجبال هذه باش في اللحمة يأكل شيء نصا ونحاول أن نقضيه تأوى من هذه الوضعية المزرية وأنه هو شيء عيشها